اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم سيراميكا كيليوباترا بيحصد ثاني بطولة في تاريخه ثاني بطولة على التوالي في كأس الرابطة يفوز اليوم على طلاع الجيش بسلاسية مقابل هدف واحد الف مليون مبروك لسيراميكا كيليوباترا الفوز اللي جي النهاردة بفضل اهداف ابوكا هدف في الديع 13 وهدف تعادل لكريم طارق في الديع 44 لطلاع الجيش وبعد كده محمد توني البديل قدر يسجل لسيراميكا كيليوباترا الهدف الثاني في الديع 71 واختتم احمد بالحاج اهداف سيراميكا كيليوباترا وتأكيد الفوز في الديع 76 والاهداف امام حضراتكم الهدف الاول لابوكا امام حضراتكم بعد كده هيتعادل كريم طارق لطلاع الجيش بعد كده البديل زي ما قلت لكم لعب وسط مميز جدا محمد توني النزل مكاني بمحمد ابوهيم قدر يسجل هدف التقدم لسيراميكا كيليوباترا وهدف فتح المجال لكأس الرابطة ثم اختتم احمد بالحاج اهداف سيراميكا كيليوباترا في الديع 76 وبصراحة كده بصراحة شديدة يعني تحية جدا تحية كبيرة جدا لادارة نادي سيراميكا كيليوباترا اللي اختاره كابتن ايمان الرمادي لتدريب الفريق لتاني مرة على التوالي يقدر ايمان الرمادي ياخد البطولة مع سيراميكا كيليوباترا استلم مهمة سيراميكا كيليوباترا الموسم اللي فات قبل نهاية كأس الرابطة وقدر يفوز مع الفريق بكأس الرابطة امام المصر البرسعيدي والسنة دي عامل موسم معقول معقول مع سيراميكا كيليوباترا في الدوري قدر يبقى في مكانة معقولة في جدول ترتيب الدروة ان كان كان ممكن يبقى فيه مكانة افضل وقدر يحصد لقب في هذا الموسم لقب جديد في دولاب سيراميكا كيليوباترا بطولة ثانية على التوالي واقول لك حاجة في قصة سيراميكا كيليوباترا دي باحترمها جدا الناس دي يعتبر ده نادي استثماري صح كده نادي استثماري وبقى معاه بطولتين نادي استثماري وبقى معاه بطولتين وبرضه ما عندوش جماهير وامكانياته معقولة مش بقول اعظم حاجة بس امكانيات معقولة وجايد عملوا ايه ببساطة؟ عملوا فريق فريق في نجوم واسماء كبيرة عندها خبرات لعيبة شباب محترفين الان جايدين سيراميكا كانش عنده محترفين جايدين بس الان عنده محترفين جايدين مدرب فاهم وعارف وبيشتغل كويس هو ايمن الرمادي فعملوا فريق عملوا فريق متكامل جيد اه مش جاهز انه يفوز مثلا بالدوري بس على اقل قادر انه يفوز بالكاس وهم بيستلموا مديليات وبعد كده هيستلموا كاس البطولة فريق محترم فريق محترم بضارة محترمة جاس فني محترم لعبين جايدين لعبين متنوعين زي ما قلت لك فيه خبرات وفيه شباب وفيه اجانب كويسين وفيه مدرب اللي قدام حضارك وده مدرب محترم جدا 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 بشتغل متعلم كويس متعلم تدريب كويس اقصد يعني فالراجل قادر ينجح موضوع بسيط وسهل تاني هي مش بكتر الفلوس اللي بتتصرف اه لازم تصرف اه لازم تعمل فرقة بس مش بكترها مش بكترها والحلو ان يبقى عندك هدف يعني مثلا سيناميكرو بطرا قالك والله انا مش هادر اخد الدوري والله اه صعب اشارك في افريقيا او ممكن اشارك في افريقيا بس صعب اخد البطولة طيب انا عايز بطولة اعمل ايه هركز على كاس الرابط ركزوا وادروا يقبل اللي هم عايزينه وهدفهم مسلوبة احتفال كان حلو محمد ابراهيم مسك الكاس وبيرفع وحمل اللعبة المميزة جداً على فكرة معتزل بطاوي الراجل اللي جنبه ده بيشتغل بضمير جداً مكتهد جداً والعبارات الكبيرة والادرناليين وعالي بس هو راجل برضو لازم ياخد حقه من ناس من الجنود المجهولة في سراميكا كيلوباترا وبيعمل شغل عظيم جداً طول الوقت ايمن الرمادي المدرب بحترمه جداً كابتن الكبير كابتن ايمن الرمادي بحترمه جداً افرحوا احنا هنفرح لكم كمان كلنا هنفرح لكم والبطولات اللي زي دي مرة على التانية على التالتة على الرابعة وهكذا تبدأ تعمل جماهرية عشرة بقوا يحبوا سراميكا كيلوباترا العشرة دول بقوا مية المية بقوا ألف هو اي فريق بيعمل جماهرية بيبقى قرس رصيد عنده كبير فبيخلي الناس تبدأ تتابعه طول ما انت ما بتكسبش بطولات عمره ميبقى عندك جماهير طول ما انت ما بتعملش انجازات عمره ميبقى عندك جماهير الجمهور ميحبش يروح لفريق خسران الجمهور يحب يروح لفريق حتى لو حديث العهد بس يكون بيكسب وبيقدر يحق بطولات وانجازات فمليون مبروك لسراميكا كيلوباترا وهاردلاك طبعا لطلاق الجيش الفريق المحترم جدا مع مدرب محترم جدا الكابتن عبد الحميد باسيوني محترم جدا المدربين الكبار في الدوري المصري قدوا على حدود الامكانيات اللي في الفريق كان عندهم هدف انهم يحصدوا البطولة ما ادروش فنقول لهم هاردلاك تعوضوها في اللي جاي ان شاء الله جاي